السلام عليكم اليوم في مطبخ مويد ان شاء الله راح نديروا مادلين محشوين لداخل المربع المعجون علبة علبة السكر الزيت الزيت ثلث علبة ندخل المباشرة وقوم بإداءة الفارينة وكيسها خميرة حلوة وزن 10 قرم نبدأ بالطريقة مباشرة ندخل البيض دائما نجد أن نعطيكم وصافة تكون سهلة بسيطة سريعة خاصة المرأة العامة نحن المرأة التي تضروا على شلالة نسهلوا عليها ندخل العلبة ندخل العلبة ثم نستغرق نضيف رائع سكر فم يجب على 180 درجة يجب أن يقبل حting الاخطة نضيف ندخل دائما نقوم بإداءة نضيف ملح نضيف ثم نضيف علبة الزيت ثم نضيف علبة الزيت ثم نضيف علبة الثانية ثم نضيف علبة الثالثة ثم نضيف علبة الثالثة نضيف علبة الثالثة خلف令 ثم نضيف علبة العزية تقطنا خلق المسافة العني A5 فلنجد مليح لا يجب أن تخلص الفارينة في أي كيكة لأنه ليس خفيفة يعني غير وضع الخالط ليس نحبسه خالط معنا واجد هنا نحبس إذا هنا عندي ام مولا نتعلي المادلة ندر فيه لكيسات تنعي ونبدأ نعمر غير بشوية يعني هذه الكمية أحد الكتناش نحبها ونعمر حتى نكملهم كامل يعني نجرب كيفاش نعمرهم كامل نفس الشي يعني هنا عمرتها شوية لكن من بعد نعود نرجع لها باش نزيد لها شوية باش يجوني كامل نفس الحجم ومهذا النوت على المادلة ما يجوش طالعين بالزاف للفوق يعني لأنهم يجون محشوين بالمربة إذا هنا من بعد ما عمرت كامل يعني حوالي ثلاث اربع يعني حوالي ثلاث اربع نحكم المربة ونضير الكمية اللي حبيتيها في الواسط نحن نفهم هنا كين وش يديروا كين يديروا المربة ويزيدوا فوقها العجين نقول لكم لا لأنه المربة سيهبط لك كامل في القعمة لا تسيبه في الواسط لكن بهالطريقة كي تبدأ الطيب المادلة راح يدخل يعني في الواسط وما تسيبه على الوجه إذا راح نكمل حبيبات توعي كامل وندخله من الفرن 180 دراجة اللي شعلته مقبل حتى يطيبنا ونعود نرجع لكم فيما بعد إن شاء الله ها هوا ما أمامنا شوفوا هنا المربة كي ما أريد لكم راح يهبط للواسط ما حش يبقى على الوجه لكن لا درتي في الواسط زدت عليها العجينة راح تسيبه المربة التحت كامل وش يجيك في الواسط راح نفتح لكم حبيبة باش شوفوا فقط كلا شي جينا بسم الله مع طريقة ونفتحوا ها هو المربة تعنا نتمنى أنكم تجربوا الطريقة من الإعجابكم وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة وإلى اللقاء